الله تعالى كثب على كل مرأة حضها من ذنب الحيض هذا أمر كتبه الله تعالى للنساء العالمين وفي رمضان المرأة إذا جاءها الحيض لا تصوم ولا تصلي الصلاة معفوه عنها لأنها كانت على المؤمنين كتابا موقوطا ولكن الصيام لا بد أن تقضيه ملاحظ أن بعض النساء أنهم يتساهن في قضاء دين رمضان وتبقى المرأة تسوف كتقول هذا الشهر هذا الشهر هذا الشهر ومع الأشغال والالتزامات العائلية تمضي الأيام حتى يدركها رمضان المقبل في هذه الحالة تكون المرأة يلزمها أمرين اثنين أول حاجة قضاء أيام رمضان ديك سبع أيام أو أقل أو أكثر لا بد أن تقضيها زائد عقوبة أخرى وضعها بعض الفقهاء المالكية وهي الفدية يعني عن كل يوم تأخرت فيه عن رده الدين عليها أداء فدية ديال رمضان وبالتالي هذه الفدية مقدارها إطعام مسكين عن كل يوم العلماء قدروها في حدود تقريبين 15 درهب نقدا وإن كانت إطعاما كان أفضل لهذا السبب نقول للنساء عليك أن تعجلنا أداء الدين لأن الله عز وجل يحب المرأة التي تستبق الخيرات والتي تؤدم في دمتها من حقوق الله ولا تتسوف لأن التسوف من الشيطان وأسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تديروا أبوني في لاشين يوتيوب وما تاتبه اشتركوا في القناة